السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المتابعي الأو في القناة نتمنى تكون أخوتي بخير وعلى خير ما تنسوناش كمال عادة من اللايكات ديلكم البارتاج أعطوني الرأي ديلكم في خانة التعليق على هاد المهزلة على هاد البروباغاندا أخوتي اللي ديرين المطبيلين والمزغريتين على الفنانة سعيدة شرف قال لك حقا ولواد هي رئيسة التحرير دي القناة شوف تيفي عندما تدخل علي ديال شوف تيفي والخارجة علي ديها حقا ولوادرة سعيدة شرف اللي كتصبح وتمسي بدون يا باطمة أذكار الصباح والمساء وتطالب أنها تدخل للسجن بالحبس ديالك الطالب النقافات ديال المغنية أرضو على أن سعيدة شرف هي رئيسة التحرير في قناة شوف تيفي وهي اللي كتنشر البوست على المغنية وكتطالب بالحبس دياله نبقى لهم معا شوية ويقول لك رأي سعيدة شرف شرات شوف تيفي شرات شوف تيفي ولات مصاصة إخواني أخواتي واحد اللقاء صحفي برنامج بمناسبة عيد المرأة تستضفت له الفنانة المغربية سعيدة شرف هذي شحال وقل لشي تلت سنين والعامين تستضفت لهذا البرنامج لدارته شوف تيفي بمناسبة عيد المرأة والسيدة قتهضر ومفرحانة من أجل الاستيضافة دياله في قناة شوف تيفي وكتشكر مدير الجريدة اللي هو دري الشحتان والسيدة بخير وعلا خير هو أقال لك حقا ما حقا أنه سعيدة شرف رأي رئيسة التحرير في قناة شعب شوف تيفي باش هكا يوصلوا للناس وكذوبة الموسم على أساس أنها هي مولا تشوف تيفي يعني رأي هي اللي كتكتب دوك لي بوست على المغنية واش كي حسب لكم على أنه بنادم عندو القرون كي يكل في الصوت بن رأي الأرشيف لا يرحم السيدة استضفت في قناة شوف تيفي قناة الشعب وكانوا دير احتفالية بعيد المرأة واستضفوا الفنانة المغربية سعيدة شرف وكرموا هذك النار بمناسبة عيد المرأة نعضوا المطبئين والمزغريتين ديال المغنية دونيا باط ما قال لك حكا والويد رأي سعيدة شرف ها هي في قناة شوف تيفي كتشكر دري الشحتان رأي هي رئيسة التحرير في هاد القناة ديال شوف تيفي لحو لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا ما عرفتش كيفاش كتدافعوا على هاد السيدة هاتي بالكدوب وبالبوتان وبتلفيق الباطل لا بغيتوا تدافعوا تدافعوا بالحقيقة تدافعوا بشي حاجة كينا ما تبقوش تستغباو الناس ما تبقوش تستغباو الشعب هاكا كتدافعوا بدون شرف كتدافعوا بالكدوب وكتلفقوا تهم وكدوب للفنانة المغربية سعيدة شرف باش هكا توصخوا الصورة ديالا وتبينوها على انها تابعة المغنية ديالكم باش تدخلها للحفز لا 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 خستكم تدافعوا بشرف دفعوا بشرف ودفعوا بضامير ودفعوا غير بالحقيقة كنتوا 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 كتدافعوا بالحقيقة ودفعوا بالشرف والله المغنية ديالكم ما تغرق هاد الغرق هذي اللي غرقتوا التومة اللي غرقتوا ليفانز الخانز ديالا اللي عند بالايراها قاتلك كتشكر فيهم كتشكر في الباطمويين رادو كل كمامر ديال لويل اللي تتابعهم هم 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 اللي زيدين مغرقين لك الرويد هم اللي خارجين عليكم موصلين كلي هذ المواصلة دي كاملة كنت تأخذ قراراتك بيديك ما توصليش لهذا الفضيحة ولهذا شو هذي كلها وتولي متابعة بالسجن النافذ هذوك هم اللي خارجين عليك وهذوك هم اللي زيدين ومغرقينك ها تاكيف سمعنا اليوم على أنه استدرب حقها الأمر بالاعتقال الأمر بالاعتقال أخوتي أرى لما مشاتس المطرس ها رغي يجي ولح تفين كين هيا أو لغي تولي عليها مذكرة بحث وطنية على ما سمعنا أخوتي اليوم تصدر حقها الأمر بالاعتقال من طرف النيابة العامة أخوتي لا حلوة لا قوتي لا بلا العظيم وما زالك تشكر الباطمويين اللي مغرقينه بقي غي وسط واحدة القبة واش هدوهما الداعمين ديالك هدوهما الفانز اللي كي غرقوه لك في الرويد وبغين يشوفوك في أكفاس حلة بغين يشوفوك طيحة وغيتيش تعيقي هدوك هم اللي زيدين مغرقين لك الرويد هدوك الباطمويين هم اللي مغرقين لك الرويد خارجين عليك ومع العلم على أنه هاد الحساب اللي ناشر هاد هاد الفيديو ديال سعيدة شرفوهي فشوف تيفي هم كتشكر دريس شحتان على الاستهدافة بمناسبة عيد لمرأة را هادي صفحة تابعة لنقافات وتابعة لهاد المغنية هادي صفحة تابعة لهم وتهيك تطبل وكتزغرت هم يعني بمدم أنه بغيتو تدافعو على هاد السيدة هادي دفعو غير بالحقيقة ما تدافعوش بالكدوب وتحاولو تبينو سيدة أخرى ففأكفى الصورة باش أنا تلمعوا الصورة ديال المغنية ديالكم را ممكن شرا انتم اللي خارجين عليها راكم انتم اللي خارجين عليها سعيدة شرف غنية عن التعريف سعيدة شرف خرجت عطتكم جوش كلمات ما عودتهاش معاكم فعوض ما تنوضوا تحسبوا مع سعيدة شرف علاش دعت الحساب باش المغنية ديالتكم بنت على الحقيقة ديالها وولات متابعة بالسجن النافذ اللي خاصة دوزو خاصة مش تسلم رأسها باش تقضي العقوبة الحبسية ديالها فعوض انكم ما تبغيوا توصخوا الصورة ديالسعيدة شرف بالكذوب بالبوهتان والتهم الكاذب جعتوها هي رئيسة تحليل القناة الشعب شوف تيفي زعمارة هي اللي كتكتب على المغنية دونيا باطمة اللي بوست في قناة شوف تيفي ودرتوا بروباقاندا على الفنانة سعيدة شرف فعوض من هالتلفقات والكذوب والباطل اللي كتحطوه على هاته السيدة دي سيروا القوحل القوحل هاد المغنية ديالكم اللي راقادة في الخسران شافت الربيع ما شافت الحافة شافت الربيع ما شافت الحافة تقيل تخنن وتبكي تقيل تخنن وتبكي فعوض ما تمشي تسلم راسها وتقضي العقوبة الحبسية ديالها وتصدفوا موكان هنا ديرين شوها وخدامين بتطلايبوا رغيبوا المزاوقة فعباد الله الله وعسى تلقاو شي واحد شي كميشا دير عباد الله يتضامنه معاكم الله وعسى تلقاو كميشا دير عباد الله يتضامنه معاكم الأرشيف موجود الأرشيف لا يرحم راكم كتخطبوا ناس اللي عندهم بدماغ ناس بعقلهم ناس وعية ناس كتتفهم ناس كتبحث را ما شيل كالاخ المبين ما كتخطبوش الناس اللي كيخدمو غير العاطفة را كتخطبوش الناس اللي كيخدمو لعقل ما شيل غير العاطفة باش أنكم جيبوا فيديو من الأرشيف ديال سعيدة شرف وهي مصدفة في برنامج وترضوها رئيسة تحلي ديالقناة شوفتي في باش هكا تلفقو لي على أنه هي اللي كتكتف شوفتي في هم؟ راكم وصلتوا الستاش ديال الوحش والله العظيم يلاستاش ديال الوحش ووصلتوا لي ميكروب ميكروب واش ها دوهما الفانس اللي كتبعي بيهم ها دوهما النقافات اللي كتبعي بيهم ها ها دوهما ها اللي واقفين في جنابك وكتشكري فيهم باطمويين انتوما الساند وانتم آه تبارك الله على الساند تبارك الله على السند يغرقو لك في الروايد يلمعوا صورة ديالك ويخسروا صورة ديال فنان أخرى فعواد ما تخرجوا الطلبية الاعتدارة من الشعب المغربي والطلبية الاعتدارة من السيدة اللي اضلمتها وبكيتها الدم باقيين كتشرقوا في عينيكم وكتطولوا في لسانكم على عباد الله رأى لا يصحوا إلا الصحيح مدني بقوة القانون جميع مراحل التقاضي دانتها بالحبس النافيد وعلى ما سمعت أخوتي على أنه اليوم تم إصدار الأمر بالاعتقال فحق هاد السيدة هادي تم إصدار أمر من النيابة العامة بالاعتقال هاد السيدة هادي احنا ما كانش فوتش حد أخوتي ولكن رأى اللي عليه شي حكم خاصوهم شي دوزوا في حال أيها الناس في حال أيها الناس فإلا كان فعلا اليوم تم إصدار الأمر بالاعتقال في حق المغنية دون يا باطمة من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف سيتم الاعتقال اختي في 24 ساعة إذا لم يصل المطرس سيأتي لحظة الفين كيناهية أو سيأتي لها مذكرة بحث ووطنية يشدها في باراج لأن العنوان الذي كانت تسكن فيه في الأول لم يبقى فيه رولت في مدينة الدار البيضاء يعني لم يدكلارات بالعنوان جديد العنوان اللي عندهم هو ديال مدينة مراكش اللي رحلت منه دا باية رفكازة وما ديكلاراتش بدك العنوان فإلا ما مشات شو سلمات راسها للنيابة العامة فرا غادي خرجوا ويتم الاعتقال ديال أخوتي ويركبوا فاستافت كتقلب على الشوها را غا تدير الشوها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر